اشتركوا في القناة وعن مشاركتك في اعمال اجتماع الجمعية العمومية الخامسة عشر للاتحاد الكشفي كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة طبعا تشرفت بتمثيل مجلس النواب البحريني في اجتماعات الجمعية العمومية الخامسة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب والتي قيمت في العاصمة المصرية الغاهرة والحمد لله تشرفت بالحصول على قبول اضويتي في هذا الاتحاد ممثلا عن مجلس النواب في مملكة البحرين بالاجماع من جميع اعضاء الاتحاد الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية بلا شك تأتي المشاركة الدائمة لمجلس النواب في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب من منطلق التزام مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله والرعاة بدعم كافة صور التقارب بين الشعوب العربية فضلا عن تأكيد جلالته الدائم على الاهتمام بالشباب ودعمهم باعتبارهم ثروة الاوطان وضمان حاضره ومستقبله ولا يفتني أن أتقدم بالشكر إلى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب على ترشيح لتمثيل مملكة البحرين في هذا الاتحاد وكذلك أشيد بالتعاون الكبير الذي لقيناه كوفد لمملكة البحرين من رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الأخ العزيز الدكتور عبدالله الطريجي وأشيد كذلك بالجهود المميزة للأمانة العامة بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وكذلك سعدنا بحضور حفل افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي والذي قيمه تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي شهد مشاركة 176 دولة من جميع أنحاء العالم نعم إذن من القاهرة سعادة السيد محمد جاسم لعليوي عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك